الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد للمبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين التعاون شأنه في الإسلام عظيم فهو طريق الفالحين والناجحين قال تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان كونوا يداً واحدة على طاعة الله وعلى ما ينفعكم وعلى ما ينفع غيركم ولا تتعاونوا على ما فيه الضرر والإسم ولذلك يقسم الله جل وعلا في القرآن الكريم فيقول جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بصيغة الجمع تعاونوا فيما بينهم وتواصوا بالحق تواصوا فيما بينهم بما فيه النفع وتواصوا بالصبر تواصوا بالصبر عليه حتى يصلوا إلى أعلى المراتب فيه ولذلك أي صر وأسهل طرق النجاح تعاون في جسم الإنسان إذا ما أنجز الإنسان عملاً بيد واحدة يحققه بالصعوبة وفي وقت طويل ولا يكون العمل متقنى وقد لا ينجز العمل لكن إذا ما تعاوذ اليدان لا ينتهي العمل وينجز في أسرع وقت وبأسهل طريقة حتى في العبادة إذا ما وقف العباد بين يدي خالقهم متعاونين لا تتساوى تلك العبادة مع غيرها أبدا ولذلك شأن الصلاة إنسان لو صلى الظهر منفرد نفس الركعات ونفس السجدات ونفس ما سيقوله في صلاته منفرد وما سيقوله في صلاة الجماعة وعلى الرغم من ذلك لا يستويان يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفوق صلاة الفذ أي الفرد بسبع وعشرين درجة لأنه تحقق فيها التعاون ولذلك سيد المتعاونين على طريق النجاح لتقديم النفع للآخرين هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لما رأى سيدنا جبريل وأصابه الخوف لأنه لا يعلم من هو قال زملوني ودثروني أي غطوني ويقول للزوجة الصالحة السيدة خديجة لقد خشيت على نفسي خفت على نفسي فتقول له كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق تتعاون فيما بينك وما بين غيرك لا سبيل للأنانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يخزيه الله ولذلك أراد أن يعلمنا هذا في الهجرة النبوية أعظم حدث ولذلك أرخ به تاريخ المسلمين من الممكن أن يحدث في الهجرة كما حدث في الإسراء والمعراج يأتي البراق وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من لمح البصر إلى المدينة لكن لا تعاون ولكل إنسان دور ومهمة هي أو هو يعني من الماهرين فيها فيقوم بدوره على أكمل واجب ولذلك أبو بكر الصديق جهز الراحلة وأعدها واستعد للميعاد وحينما أتى الميعاد ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستبرئ له الغار ويسر على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم أما عن سيدنا علي بن أبي طالب دخل في هذا العمل التعاوني الرائع ينام في فراش النبي ليخدع المشركين ولا يرد الأمانات يرد الأمانات لأصحابها حتى ولو كانوا من الكفار المحاربين ويأتي دور السيدة أسماء بنت أبي بكر في تعاونها في إرسال الطعام وهذا عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار وهذا عامر بن أبي فهيرة يمسح آثار الأقدام بالأغنام بل دليلهم في هذا الطريق إنسان مشرك لكنه أمين عبد الله بن أريقت ولذلك كتب للهجرة النبوية النجاح فمن أراد النجاح فعليه أن يتعاون مع غيره كما قال ربه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اشتركوا في القناة